وينضم إلينا الدكتور محمد ثروة الباحث في الشؤون الدولية دكتور محمد فيما يتعلق بملفات الإرهاب والنزاعات في القارة الإفريقية كيف يمكن أن تتعاون مصر والجزائر في هذا الملف دكتور محمد هل تسمعني الصوت غير واضح مصر والجزائر علاقتهم تمتد لأخصر من سمعين سنة مصر فندت للثورة الجزائرية الرئيس تابون نفسه شكر مصر بمناسبة سبعين عاما على اندلاع ثورة الجزائر العظيمة اللي مصر أيدتها ووقفت من جنبها وكان أثر ذلك العلوان السلاسي ستة وخمسين على مصر سابق وقفها مصر إلى جانب ثورة الجزائر العظيمة دي أولا ثانيا زي ما الرئيس تابون قال أن الجزائر أقرب غرفية لمصر علاقتنا استراتيجية فهما أقصر اتفاقا في القضايا الإفريقية لو قلنا الملفين للشائكين مثلا الملف الليبي والمللف السوداني أولا الملف الليبي مصر والجزائر اتفقا على أن لا تدخل أي طرف من الأطراف الإقليمية أو الخارجية في شأن ليبي وعلى الأطراف الليبية يعني يجلسوا وتحاوروا لحل المختلف القضايا المختلف عليها سواء في تقاسم الثروة والسلطة والانتخابات وتوزيع المناصر دي نقطة مهمة جدا ثانيا بالملف السوداني برضو اتفق على أن لا تدخل أي طرف من الأطراف في الشأن الداخلي السوداني والنزاع السوداني الذي يخشى امتداد أثاره إلى دول المنطقة أن لا يتدخل في أي طرف من الأطراف وأن السودانيين يجلسوا على مائدة المتوضات فظنوا بصمان مهمين جدا طبعا الجزائر تقف وتساند الموقف المصري في مياه النيل وتقف بجانب مصر في حقها التاريخي في مياه النيل وتؤيد مصر في أي خطوات تتعلق بهذا المهم هذه نقطة مهمة فيما يتعلق بالجانب الأفريقي نعم ما يتعلق بالشراكة الأفريقية في مجال الاقتصاد كيف ترى المحور المصري الجزائري واعد في هذا المجال أولا طبعا إحنا الحقيقة في فترات ما قبل الرئيس سيسي كنا غايبين تماما عن الملف الجزائري رغم أن الجزائر من أغنى الدول في البترول وعندها خطوات واعد والسياحة وكتير جدا لما قابلت بآخرهم نظير السياحة الجزائري وكان أكبر جناح جزائري منعاقد هنا لما كان معمول مقر التجارة الأفريقية في القاهرة كان أكبر جناح الجزائر كلهم يحاعدين يدخلوا السوق المصري أو إحنا نروح هناك فإنعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية عشرين خمسة وعشرين إن شاء الله خلاصة الرابط بتأكيد الرئيسين فيكون دافع لانطلاقة استثمارية وعدم مصر والجزائر ثانيا إن تعهد الجزائر بتزليل العقبات أمان مستثمين المصريين معروف أن مصر فيها السبس مرات جزائرية فالرئيس تابون أما قال شكومتي هدى تعهد أن تزلل أي حاجة شرائية أي عقبات في القوانين هيجذب طبعا أن مصر تستحمزيت من السبس مرات داخل الجزائر الجزائر دولة واعدة محتاجنا في مجال السياحة نحن نعمل لهم نوع لأن مصر دولة كبيرة في هذا المجال والضياف هو إدارة الخندقية وهم لسه في المجال ده حديث العهد فإحنا إن شاء الله على وعد في مجال المقاولات في كتير جدا من المجالات البلدين محتاجين تكامل الاقتصادي لصالح البلدين وشعبيهما ولصالح المنطقة طبعا الجزائر دولة مهمة من زي فترات سابقة هذه الفترة في علاقة وفيدة وتجمع الرئيسين طبعا المصري والجزائري في علاقة تاريخية وصوابك تاريخية بين الشعبين إذا ما حالك شفنا تقارير الصحب الجزائري ووكال سنباع الجزائري ووسائل الإعلام كلها ما قبل هذه الزيارة في نطاق واحد النص والجزائر شعبان شقيقان على خط واحد ده كان العنوان الرئيسي بنية عليه هذه الزيارة دكتور محمد ثروت الباحث في الشؤون الدولية شكرا جزيلا لك